أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن رجال الشرطة المصرية جسدوا أروع صور البطولة والفداء دفاعاً عن أرض مصر وكرامتها في معركة الإسماعيلية العظيمة في الخامس والعشرين من يناير من عام 1952 جاء ذلك في كلمتي بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ في مثل هذه الأيام من كل عام نحتفل بذكرى من أروع ذكرات البطولة والوطنية والفداء ذكرى يوم 25 من يناير ساعة 1952 ذلك اليوم العظيم الذي خلد في تاريخ المصريين حيث جسد رجال الشرطة المصرية أروع صور البطولة والفداء دفاعاً عن أرض مصر وكرامتها في معركة الإسماعيلية العظيمة فلم ينس لهم الشعب فضلهم فاتخذه يوم عيد تخليداً لهذا اليوم وهم لا يزالون على الدرب سيرون يحاربون الإرهاب